استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية تسلمت القوات المسلحة الفرقات الأولى من تراز مايكو اي 200 إذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية استمرارا لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية تسلمت القوات المسلحة الفرقات الأولى من تراز مايكو ايم 10 التي تم بناؤها بشركة تيكي ام اس بترسانة اس بي ان الألمانية وخلال الاعتفال الذي أقيم بمدينة بريمير هيفن الألمانية قام الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية برفع العالم المصري على الفرقات العزيز والتي تعد واحدة من أصل أربع فرقاتات من تراز مايكو ايم 10 تم التعاقد عليها بين مصر وألمانيا وتمتاز الفرقات متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6800 ميل بحري وتصل سرعتها القصوى إلى 28 عقدة ويبلغ طولها الكلي 121.6 متر كما تتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقتي السلم والحرب وكذا مكافحة التهديدات المختلفة البحرية السطحية والجوية وتحت السطح مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانيات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري هذا وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة في توقيت قياسي وألقى الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات البحرية الألمانية وشركة تيكي ام اس مؤكدا اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوات العلاقات المصرية الألمانية وتقارب وجهات النظر في العديد من القضايا والموضوعات موضحا أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطورا في السلاح البحري المصري لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط حضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والألمانية والملحق العسكري المصري بألمانيا وعدد من ممثلي الشركة الألمانية تيكي ام اس المصنعة للفرقات العزيزة اشتركوا في القناة